اشتركوا في القناة اعلنت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية باتلكو تسديدها بالكامل سندات بقيمة 473 مليون دولار تستحق في الاول من شهر مايو صادرة عن شركة تابعة لباتلكو وتعتبر هذه الدفعة دفعة السداد الاخيرة عن طريق تسهيلات مصرفية بقيمة 450 مليون دولار امريكي يتوالى في المملكة العربية السعودية اطلاق حزم المبادرات المتنوعة في الانشطة والقطاعات لتخفيف الاثر المالي من الاثر الاقتصادية خلال جائحة كورونا اذ اطلقت الهيئة العامة للموانئ مبادرة تأجيل الدفعات المستحقة للموانئ من الرسوم والاجور لمدة 90 يوما بدلا من 30 يوما وذلك بهدف دعم الشركات المشغلة في قطاع الموانئ والوكلاء الملاحيين والاسهام في استمرارية النمو الاقتصادي منحت حكومات منطقة اليورو موافقتها النهائية على الجزء الاول من خطة انقاذ بقيمة 540 مليار يورو للدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا كما اتفق وزراء المالية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة على تفاصيل خطوط ائتمان قصيرة وطويلة الاجل ستتيحها آلية الاستقرار الاوروبي